وفيما يتعلق بزيادة أسعار المنتجات البترولية وعلى الأخص السلارة أوضح رئيس الوزراء أن مصر دولة مستوردة للمنتجات البترولية بإجمالي 100 مليون برميل سنويا مصر دولة مستوردة للمنتجات البترولية كصافي نحن عندنا جزء بننتجه ونصدره ولكن أيضا بنستورد الجزء الأكبر من احتياجاتنا بإجمالي حوالي 100 مليون برميل سنويا فده طبعا رقم كبير جدا ولنا أن نتخيل أن الموازنة العام الماضي اللي هو عام 2021 و2022 اللي هو انتهى في 30 ستة الماضي كانت الموازنة محطوطة على أساس أن سعر برميل من البترول 60 دولار دي كانت الموازنة بتاعتنا محطوطة بهذا الشكل وده يمكن هو كان السعر السائد اللي فعلا كان موجود على مدار الفترة السابقة في وقت ما عملنا الموازنة كان هو ده السعر التقديري اللي موجود واللي احنا كلنا طبعا كنا شايفين أنه هو ده اللي حيبقى مرشح للإستمرار خلال هذا العام المالي اللي انتهى في 30 ستة الماضي وبالتالي أنا عايز أوضح هنا نقطة مهمة جدا أن احنا منذ بدأنا موضوع الإصلاح الاقتصادي وبدأنا تطبيق قلية التسعير التلقائي كنا نجحنا فعلا بنهاية 2020 وبدايات 2021 أن احنا تقريبا ما يبقاش عندنا دعم للمنتجات البترولية بخلاف فقط أنبوبة البوتاجاس اللي هي دائما طبعا فيه دعم كبير من الدولة ليها وحيستمر هذا الدعم بصورة كبيرة جدا